مفيش شك طبعا كلنا يعني في منتهى الأسى والحزن اللي حصل كاب سلام حفيز بيتكلم طبعا على القصاص أولا وإحنا كلنا مع هذا الكلام وبعيد عن التحقيقات وتقصي الحقائق حقيقة يمكن أنت أنا طالبت من أول يوم كلمت فيه في هذه الحادثة الكبيرة إن شعب بورصعيد عليه أن يبحث عن الجناه يعني شعب بورصعيد يبحث بنفسه عن الجناه ويؤديهم لعدالة بعيدا عن لجنة تقصي حقائق أو شرطة أو جيش أو أو لابد إن إحنا نسارع كشعب بورصعيد على القبض على الجناه القومي للرياضة يصدر بيانا بشأن العصيان المدني يعني ما فيش شك إن كان فيه بعض الحزاب وبعض الحركات بتدعو إلى عصيان مدني أو ضراب عام أصدر المجلس القومي ده رد المجلس القومي على كلامي اللي تقالي النهاردة أصدر المجلس القومي للرياضة برئاسة عماد البناني بيانا رسميا للرد على حملة العصيان المدني الذي دعا له بعض النشطاء وسعوا في تنفيذه للضغط على المجلس العسكري وقد جاء فيه البيان بأن اليوم السبت كان عطلة رسمية لكافة العاملين طبعا أكيد الحكومة في بعض الوزارات والمصالح للهات الحكومية بتاخد أجازة يوم السبت لكن البيان أكد أن كل القيادات والموظفين العاملين قرروا النزول للمجلس لمزاورة عملهم في يوم السبت ده طبعا قرار حكيم منهم كما جاء أيضا بأن هذا الإجراء جاء حتى يعلن كل ما يعمل في هذا المقر الحكومي أنه ضد العصيان المدني الذي أعلنه بعض النشطاء وأنهم يسعوا لأن يجعلوا مصر أرقى وأعلى ولن يساهموا في إيقاف الإنتاج أو عجلة الإنتاج مهما حدث كلام طبعا جميل وراقي وصدر عن المجلس القومي برئاسة الأستاذ عماد البناني بيدل على الحس السياسي وأيضا على حرص على مصلحة مصر معنا تأرير عن الألترس نروح نشوف هذا الدقيق ونرجع مع نجمينا اليوم كابتن عبد الحميد بسيون